بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عياد اهلا بكم اعادوا بي فوتوشوب يلا بي نبدأ مع بعض لما بتشتعلها لتصميم صورة في فوتوشوب فانت اكيد بتكون محتاجة الصورة دي علشان تستخدمها الغرض معين يعني مثلا اما انك تكون هتطبعها او هتنشرها على منصة من المنصات المعروفة او هتخطها على الموقع بتاعك ويب سايت او هتحتفظ بها مثلا في المعرض بتاعك في كل الحالات انت طبعا بتكون محتاجة الصورة بمقاس معين يتناسب مع الغرض اللي انت عايزه ليه يعني مثلا لو هتنشر الصورة دي على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فانت هنا هتحتاج مقاس يتناسب مع المنصة اللي هتنشر عليها طيب الكلام ده لو انت بتعمل التنصميم من الاول طب لو انا مثلا بقى عندي صورة ومحتاج استخدم الصورة دي في موقع معين او على منصة معينة او في اي غرض فمحتاج ان انا اضبط مقاس الصورة على الغرض اللي انا محتاجها ليه احيانا طبعا بيكون عندي صورة المقاس بتاعها مش متناسب مع المكان اللي انا هرفعها فيه فهنا بقى بتحتاج انك تغير حجم الصورة عشان تغير حجم الصورة او تغير مقاس الصورة بتاعتك فانت محتاج كده شوية ضوابط معينة علشان تقدر توصل للمقاس اللي انت عايزه وفي نفس الوقت تفضل محافظة على الجودة بتاعتها ما تخسرهاش فتعالا نشوف لو انا عندي صورة بقى بمقاس معين ازاي اغير حجم الصورة سواء اكبره او اصغره لو انا عندي مثلا صورة زي اللي قدامي دي وبعدين محتاج ان انا اغير المقاس بتاعها يعني مثلا انا محتاج صورة يكون العرض بتاعها 1920 بيكسل فالصورة اللي معايا دي بنفس المقاس اللي انا عايزه علشان اعرف بقى الكلام ده فلو رحت هنا على معلومات الصورة وبعدين ضغطت عليها بالموز كده وفضلت ضاغط هيظهر لي المعلومات بتاع الصورة اللي قدامي فالايه بيقول لي ان العرض بتاعها 5472 بيكسل في ارتفاع 3648 بيكسل ده المقاس بتاع الصورة كعرض وارتفاع وكمان برضو عندي حاجة تحت هنا كده مهمة الريزيليوشن الدقة بتاع الصورة وبيقول لي ان الصورة دي دقتها 200 بيكسل في البوصة طيب احنا عايزين نفهم الكلام ده الاول كده مع بعض علشان اغير مقاس الصورة بتاعتي فاول حاجة المقاس اللي انا محتاج اوصل ليه هل هو مقاس اكبر ولا مقاس اصغر لو المقاس اللي انا عايز اوصل له مقاس اصغر فمش يقبل فيها مشكلة فيه الدقة بتاعتي طيب لو المقاس بقى اللي انا عايز اروح له مقاس اكبر فهنا ما تكونش الصورة اللي انا عايز اغير مقاسها دي اصغر بكتير او من المقاس اللي انا عايز اوصل له علشان برضو الدقة بتاعتي ما تتغيرش طيب هي اصلا الدقة بتاعتي الصورة دي اعرفها منين او ايه هي اصلا الريزيليوشن اللي بناعنا عليها بتحدد دقة الصور تعالى كنا نبدأ نعمل زوم على الصورة دي كده ونكبرها وضغطنا على الت من الكيبورد وبدأت اكبر فشوف كده بقى لما كبرت المسافة كبيرة قوي بدأت تظهر عندي المربعات اللي انا شايفها ديه المربعات دي بقى هنا اسمها البيكسل كل مربع من دول اسمه وحدة بيكسل فكل الوحدات دي كده مع بعضة لما بتترس بتكون الصورة بتاعتي طب ايه هو بقى الريزيليوشن او الدقة دي انا بحددها ازاي لما بيقولي هنا ان انت عندك الدقة بتاعتك 200 بيكسل في البوصة يعني لو انا عندي مثلا مربع زي ده كده مقاس وارتفاع بوصة وعرض بوصة يبقى هنا البوصة دي كده جوه منها 200 وحدة بيكسل طب لو الدقة بتاعتي 300 يبقى برضو المربع اللي هو بوصة في بوصة ده جوه منه 300 بيكسل يبقى كل ما البيكسل دي بتكون كتير داخل البوصة الوحدة بتكون دقة الصورة اوضح وافضح هل نفس درجة الدقة دي مطلوبة في كل الصور اللي بنشتعل عليها لا هي مطلوبة في صور معينة او في انواع معينة من الصور هنتكلم عنها برضو شوية كده بس خلال اول نبدأ نتكلم عن موضوع بقى تصغير حجم الصورة ونروح نشوف نصغر المقاس ازاي علشان نفهمه اكتر علشان اصغر مقاس الصورة اللي قدامي دلوقتي او اغير حجمها هضغط من لوحة المفاتيح على alt و control وحرف اي هيفتح لي كده مربع هنا اسمه image size او لو انا برضو روحت من هنا على قيمة image وضغطت عليها هلاقي برضو عندي هنا خيار image size لاثنين زي بعض هلاقي هنا جايب لي بقى مجموعة من الاعدادات كده على اليمين وفي الشمال معينة للصورة بتاعتي طبعا هنا انا ممكن اكبر حجم النافذة بتاعتي لو عايز اكبره علشان اشوف المعينة بشكل اكبر او اكبر عن متن المربع بتاع موضوع وهنا طبعا برضو داخل الصورة ممكن بقى اعمل زوم بالناقص او الزائد علشان اشوف المعينة بتاعتي وانا شغال على الصورة طيب تعالى بره على الخيارات اللي هنا نشتغل عليها هنا هو محددلي على طول مقاس الصورة بتاعتي الابعاد بيقول لي انها 5472 في 3648 وده المقاس بتاع الصورة الاصلية اللي احنا شفناها تحت هنا دلوقتي وبالاقى عندي هنا بقى خيار fit to انت عايز توصل لمقاس ايه هو حاليا مثلا على original size وكاتب لي المقاس بتاعه هنا لو ضغطت على السهم ده هتلاقي عندي هنا مجموعة من الاعدادات الجاهزة اللي ممكن ازبط مقاس الصورة بتاعتي عليها طيب لو المقاس اللي انا عايزه مش موجود فيه الاعدادات الجاهزة اللي هنا يبقى انا هنا بقى ممكن اكتب المقاس بتاعي هنا فيه العرض والارتفاع بس هلاقي هنا حاليا عندي المقاسات جالي بالسنتيمتر لو ضغطت على السهم ده هلاقي عندي الوحدات المختلفة اللي انا ممكن احسب بيها ممكن احسب بالبيكسل بالانش بالسنتيمتر بالملي متر طب انا بختار الوحدة بنان على ايه بختار الوحدة بنان على المكان اللي انا هستخدم فيه الصورة يعني مثلا انا هشتغل طباعة يبقى ممكن اشتغل مقاساتي بالإنش وطبعا برضو ممكن نفس الكلام يتحول به السنتيمتر انا حاليا هستخدم الصورة في مكان الوحدة فيه بالبيكسل او انا الوحدة اصلا اللي انا عارفها للصورة هي بالبيكسل فعلش انا سهل على نفسي فهشتغل هنا بالبيكسل لكن هو حاليا المقاس اللي انا شايفه بالسنتيمتر هو ده برضو مقاس الأوريجينال بتاع الصورة بالبيكسل بس هو حوله هنا لسنتيمتر فلو غيرت هنا قلت له خليني بالبيكسل هتلاقي على طول اتغير العرض للمقاس الأوريجينال بتاعي اللي هو اصلا كان محوله للسنتيمتر وطبعا انا لما غيرت مربع هو غير على طول المربع التاني اللي تحت انا بقى لو جيت اكتب هنا المقاس بتاعي في علامة كده ما بين الارتفاع والعرض علامة الارتباط دي دي طول ما العلامة دي مفعالة كده بتحفظ لي على النسبة والتناسب بتاع الصورة يعني مثلا حاليا الصورة دي كانت محطوطة بمقياس معين اللي هو انا مثلا ممكن اقولي كانت في صورة مقاس مسلا تسعة لستاشر واحد لواحد تلاتة لاربعة مقاسات مختلفة نسبة وتناسب بين العرض والارتفاع فانا مثلا لو جيت اغير في المربع ده واكتب القيمة بتاعتي هو على طول هيغير في المربع التاني تلقائي لانه هيحافظ على نفس النسبة والتناسب بتاع الصورة طيب لو انا جيت لغدة يبقى هنا ممكن انا اكتب مقاس واكتب هنا مقاس تاني طب ايه الافضل ليه الافضل ان انا افضل محافظ على الارتباط بينه طيب ليه علشان لو انا فضلت محافظ على الارتباط افضل محافظ على ان الصورة بتاعت دي ما يحصلش فيها اي تشوه يعني نسبة العرض الارتفاع ما لقيش الصورة اتشوهت بقى مثلا الشكل اللي في الصورة ملامحه اتغيرت لان انا لعبت فيه النسبة بتاعته او النسبة الاصلية بتاعت الصورة دي فبيكون الافضل ان انا احافظ على الارتباط طب لو انا عايز اغير يعني لو انا جيت هنا دلوقتي كتبت الصورة بتاعتي العرض هيكون الف تسعمية وعشرية هتلاقي هو على طول غير الارتفاع بتاعي الالف امتين وتمانين وفي المعينة هنا عرض لشكل الصورة بتاعتي بعد آآ تغيير المقاس وهتلاقي برضو هنا الابعاد اتغيرت للمقاس الجديد وهتلاقي برضو عندي هنا الفيتو على طول لان انا الاعداد او القيمة اللي انا دخلتها هنا مش موجودة في الاعداد الجاهزة فعمل هنا على طول هنا كاستم يعني ده اعداد خاص بيا انا اللي ده قايف القيم بتاعتي طيب هتسألني برضو تقول لي طيب افرد انا بقى مش عايزة الف تسعمية وعشرين في الف متين وتمانين انا عايز مسلا الصورة تكون الف تسعمية وعشرين في الف تمانين المقاس الشاعي اللي بنستغرينه طبعا في حالة كترة جدا يبقى انا لو عايز عامل كده مش هنعملها بالخطوة بتاعة الامج سايز هنعملها الطرقة تانية لسه برضو هنتكلم عنها علشان نفضل محافظين على جودة الصورة بتاعتنا تعال برضو قبل ما نتكلم بقى الريزيليوشن عليها عندنا خيار مهم جدا اللي هو الريصامبل الريصامبل ده بيعمل ايه لو انا نفعل قدام الخيار ده وده الافضل انا كده بقول للبرنامج انا مسلا صغرت حجم الصورة فبقى عندي كده في بيكسلز كانت موجودة هتروح فين بعد ما صغرت هنا انا بقول البرنامج لا البيكسلز دي احزفها يعني نفرض مسلا ان انا بعد مقصة الصورة طالع عندي مسلا الف بيكسل زيادة يبقى الالف بيكسل دول انا بقول للبرنامج احزفهم لي انا مش عايزهم وكذلك برضو انا لو انا بكبر الصورة فهنا برضو بقول للبرنامج الصورة مسلا لو كبرت احتاجت ميتين بيكسل زيادة فانا بقول للبرنامج زود لي الميتين بيكسل دول عشان افضل محافظ على جودة الصورة فبيكون من الافضل ان انا افضل مفعل الخيار ده طيب نروح بقى تاني للدقة هنا الدقة الاصلية بتاعت الصورة كانت ميتين بيكسل في البوصة وطبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده وانا حبيت ان انا وضحه الاول قبل ما نشتغل في تحويل الصورة علشان نكون فاهمينه اكتر طيب انا ممكن ازود في الدقة دي اه وقللها اه ممكن مسلا اخلي متين تلتمية اخليها مية اتحكم فاة زي ما انا عاوز هيفرق معايا هنا لا طول ما الصورة هنا انا بعرضها على شاشة فمش هيفرق معايا هنا موضوع الدقة بتاعتي المقاس هو اللي هيفرق معايا اكتر المقاس هو اللي هيتناسب مع المنصة اللي انا هشتغل عليها يعني مثلا دلوقتي انا لو اخذ الصورة بتاعتي ورايح ارفعها على منصة معينة زي انستجرام مثلا فممكن يقولك انا عايز المقاس بتاع الصورة مثلا مقاس واحد لواحد يعني مقاس الصورة هيكون 1080 في 1080 مش هيقولك انا عايز الدقة بتاعتها دي انا عايز مقاس بس للصورة طيب الريزيليوشن بيفرق معايا امتا بيفرق معايا لو انا هطبع الصورة لو انا بعد كده هاخد الصورة دي اطبعها اكبر شوية وهنعرف برضو ازاي بنتحكم في الدقة بتاعتها او الدقة المناسبة ايه. لكن طبعا في حالة زي اللي احنا فيها انا مش محتاج الدقة في حاجة. انا كده تمام زبطت الصورة بتاعتي خلاص مش هضيف حاجة تاني في الاعدادات. انا مرضي بقى على كده. هروح هنا وقول له. هلاقيه على طول الصورة صغرت للحجم ده. عشان اخلاها بقى تاني في حجم الشاشة زي ما قلنا قبل كده كنترول صفر هيخليلي الصورة بتاعتي في مقاس الشاشة. لو رحت بقى تاني على معلومات الصورة وضغطت على كده هلال ما ستتغيرت والعرض بتاعي بقى الف وتسعمائة وعشرين اللي ارتفاع الف امتين وتمانين وما غيرتش حاجة في دقة الصورة. عايز بقى احفظ الصورة بتاعتي بالمقاس الجديد بتاعها. لو انا عملت على كده يبقى انا كده لغيت الصورة القديمة وحفظت الصورة دي مكانها. طبعا انا مش عايز اعمل كده. انا احنا اتكلمنا قبل كده عن الفرق بين save و save as. فاروح بقى هنا على فايل ومن فايل اروح على save as. وهروح طبعا اختار المكان اللي هاحفظ فيه. دي الصورة الاصلية بتاعتي. انا اضيف التانية جنبها. فممكن مسلا اغير الاسم خالص. خلينا نسمىها بالرقم بتاعها ونقول الف تسعمائة وعشرين. ولا عندي هنا على طول طبعا هو اختار الصغط تلقية بتاعت اللي هي جي بي اي جي. اللي اصلا كان الصغط الصورة اللي انا كنت بغير المآز بتاعها. فاقول له على طول save. هيفتح لي المربع اللي احنا شايفينه ده اللي هو جي بي اي جي. على كده برضو ناخد بصة صراع على المربع ده. فبقى ليه عندي هنا بقى اعدادات حفظ الصورة بتاعتي اللي هي جي بي اي جي. فمنها هنا اقدر اتحكم فيه جودة الصورة اللي انا احفظها. عندي هنا الصلايدر ده لو بدأت احركه كده بغير الجودة بتاعتي. طيب انا كل ما بقلل في الجودة بيكون حجم الملف اقل. وكل ما برفع في الجودة بيكون حجم الملف اكبر. طب الجودة فين اي عندي هنا في القواليتي. ممكن اكتب قيمة هنا. وممكن اختار من هنا. من اقل حاجة الاعلى جودة. وممكن بقى كمان فوق دي ارفع في الصلايدر كمان شوية واجيب اخر الجودة عنه. انا لما برفع في الجودة بلاي حجم الملف هنا في البريفيو. حجم الملف زات. يعني هو حاليا على اعلى جودة واحد ونص ميجا. لاحس كده لو قللت. هيقول انه وصل معي امتين وستين كده. فكل ما برفع في الجودة كل ما الملف حجمه يبقى. طب ايه بقى الفورمات اوبشنز اللي هنا. دي برضو علشان نشوفها كده بسرعة. عندي الخيار الاساسي اللي هو البيزلاين ستاندرد. ده بيديني تنسيق اغلب المواقع والمنصات بتتعرف عليه وبتشتعل عليه بسهولة. يعني بعد كده لما تجي تخد الصورة ترفعها على اي منصة او موقع مش هيقابلك مشكلة ان هو مش عادي يقدر يتعرف على التنسيق بتاعك ده. لكن بعد كده البيزلاين اوبتومايزت ده بيديني ملف الالوان بتاعته بيكون محسنة شوية بس حجم الصورة بيكون اقل. اخر حاجة بقى البروجرسيف ده بيديني عدد من الصور يعني لو انا فجد فعلته هنا ممكن اكتب عدد معين هنا من الصور يعني يبدأ يديني ايه الصور بتاعته كده في شكل اصدارات ورا بعض كل صورة آآ فيها درجة من الجودة اللي بعد كده تفاصيل اعلى تفاصيل اعلى وهكذا. فاحنا بس كده بنعرفهم علشان بعرفينهم بس لكن احنا دايما بنشتعل على البيزلاين وطبعا بقى الجودة براحتك انت. ممكن ارفعها لحد الاخر واقول له اوكي. كده خلاص هو حافظ الصورة بتاعتي. ودي كده كانت اخر حاجة نعملها مع بعض ان شاء الله في فيديو النهاردة. ده كانت الاسيات اللي احنا محتاجين نعرفها علشان ما نتكلمش فيها طول ما احنا شغالين. وده طبعا هيجنبنا ان احنا نشوف اي مشاكل بعد كده طول ما احنا شغالين. يا ربا جماعة كون استفدتم الفيديو النهاردة واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية مع فوتوشوب. لو في مشكلة قابلتكم اكتبارك في التعليقات او ابعتوا على الغابط اللي سابلكم في صندوق الوصف. ولعاقبك الفيديو اعمل لايك وشارك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس لشان وصلك كل جديد. كان معكم محمد عياد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واعتبوا اليك.